التحالفات السياسية المشاركة في حكومة محمد السوداني بحسب مراقبين مهددة بالانهيار خلال الفترة المقبلة لا سيما بعد انتهاء عملية توزيع الوزارات والمناصب الهامة في الحكومة وظهور الخلافات بين قادة الكيانات السياسية في هذه التحالفات الخلافات التي اختفت عن الساحة كانت بداع التأجيل لا أكثر بعد انشغال القوى السياسية طيلة الأشهر الماضية بفعل الحالة السياسية التي تتطلب الهدوء إلى حين استكمال توزيع المناصب وفق مبدأ المحاصصة المعمول به في البلد إضافة إلى قناعة بعض قادة الأحزاب بضرورة تبديل خريطة التحالفات والاستعداد لانتخابات مجالس المحافظات أبرز التحالفات المهددة بالتفكك هو تحالف الإطار التنسيقي إذ تشير مصادر مطلعة إلى أن التحالف بات ثلاثة محاور الأول يمثله زعيم تيار الحكمة أمار الحكيم إلى جانب رئيس اتلاف النصر حيدر العبادي والثاني يمثله زعيم ميليشيا العصاب قيس الخزعلي إلى جانب رئيس هيئة ميليشيا الحشد فالح الفياض والثالث يمثله زعيم اتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى جانب السوداني مصادر مطلعة ذكرت أن الحكيم والعبادي هما الأقرب إلى الانسحاب من كتلة الإطار بسبب وجود خلافات عديدة مع باقي قوى الإطار التنسيقي تتعلق بمسألة كيفية إدارة الأزمة مع مقتدى الصدر وكذلك ملف إدارة الحكومة والميليشيات المسلحة والعلاقة مع أربيل مراقبون يرون أن جميع التحالفات السياسية التي شكلتها القوى السياسية التقليدية في المراحل السابقة انهارت بسبب المزاج السياسي والمصالح الشخصية ولم يستقر أي تحالف سياسي يجمع عددا من الأحزاب ولذلك فإن حالة الإطار التنسيقي التي تشكلت لمواجهة التيار الصدري لا أكثر مهددة بانفجار تكون وقوده مطامع السيطرة على حكومة السودان والتحكم بقراراتها